موسيقى جنوب إسبانيا مدينة قرطبة أين يقع قصر قرطبة المعروف الآن باسم قصر الملوك المسيحيين وهو قصر يقع بجانب نهر ويد الكبير المعروف بالإسبانيا بريوديا كوالا كبير وبالقرب من جامع القرطبة المعروف الآن باسم لكاثدرال دي كورتوبا فكان هذا القصر مقرا لحكم الملوكين الكاتوليكين إزابيلا وفرناندو موسيقى قديما كان القصر حصنا للقوط الغربيين موسيقى وبعد الفتح الإسلامي للأندل السعادة المسلمون بناء وبعد سقوط الدولة الأموية في المشرق لتحتل محلها الدولة العباسية فر عبد الرحمن الدخل أحد أفراد البيت الأموي لإلى الأندلس وهسست الدولة الأموية في الأندلس وعاصمتها قرطبة واتأخذ هو وحولفاه القصر مقرا له أصبحت قرطبة حينئذ مركزا ثقافيا وسياسيا موسيقى موسيقى وتوسع القصر ليشمل أجنحات مطبرة ذاته ممرين وحدائق كما ضم مكتب عظيم في الغرب واستخدمت طواحن الماء لرفع الماء من نهر الواد الكبير وري الحدائق الشاسعة موسيقى بدأ ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة بناء الجزء الموجود على هيئته الحادي على جزءين من الحسن القديمة اقططعت أجزاء من القصر الذي خلفه المسلم ومنحات للأساقفة والنبلاء موسيقى موسيقى ورغم أن ألفونسو جدل القصر الإسلامي إلا أنه لا زال على طراز الإسلامية لأنه استخدم المدجنون في إعادة بناء القصر موسيقى تحصن أرن الرابح ملك قشتالة في القصر أن تمر الذي قام به أخيه غير الشقيق ألفونسو على حكمه مما استطاعه أن يقوي دفاعات القصر لتتحمل قوة البارود موسيقى كما أنجأ البرج الرئيسي للقصر المعروف ببرج محاكم التفتيش استخدم حلفاء إيريزابيلة وزوجة فنانت القصر كأحدى المقارات الأولى لمحاكم التفتيش الإسبانية وكمركز لحملاتهم على بني النصر حكام مملكة غرناطة أخير ممالك المسلمين في جزيرة الإيبرية استخدم القصر كمقر محاكم التفتيش منذ عام 1482 ميلادي وحولوا معظمه إلى غرف للستجابين التعذيب لثلاث قرون كما سوجينا فيه بوعود الله محمد الثاني عشر حتى وعاد بجعل غناطه دولة دامعة وعندما رفض تسليم مملكته سنة 1491 ميلادي شن عليه المسيحون هجوما إلى أن نجحوا في أسقاطها سنة 1492 ميلادي وفي نفس العام قابل الملكان الكاتوليكيان كريستوفو كونوبوس في القصر لتجهيز رحلته إلى الأمريكيتين كان القصر مقرا لجنود نابولون وبونابارد سنة 1811 وفي سنة 1821 ميلادي أصبح القصر سجدان وفي الخمسمائة القرن العشرين حولته الحكومة الإسبانية لمزارا سيحية يتوسط القصر باحاك الموريسكيان قم به برج الأسود وبرج الاستقبل الذي يتميز بعمارته القضية كما يحتوي على مشموعة موسيفوزة والتوابيت الحجري الرومانية في برج المحاكم التفتيش اشتركوا في القناة